وعلى هامش المؤتمر أكدت زعيمة المعارضة مريم رجوي أن الانتفاضة العاربة التي انطلقت في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي تعتبر منعطفا في نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية جاء ذلك خلال استقبال رجوي كل من السيد تيد بو والسيد دانا رهابكر أعظام مجلس النواب الأمريكي وتم خلال اللقاء مناقشة انتفاضة الشعب الإيراني وأثارها والخيارات المطروحة أمام المجتمع الدولي من جانبهما آدان النائبان الأمريكيان بقوة الدكتاتورية الحاكمة في إيران وأكد أن على المجتمع الدولي أن ينهي صمته وتقاعسه حيال جرائم هذا النظام وطالب الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات شاملة على المسؤولين والمؤسسات التابعة لنظام الولي الفقيه كل شخص في العالم لديه رغبة جامحة في داخله ليكون حرا جميعنا نريد ذلك لكن شعب إيران الطيب يخسر قدرته على نيل الحرية بسبب النظام وهو واجبنا وهدفنا لتحقيق تلك الرغبة الشعبية بالحصول على الحرية سواء رغب نظام الولي الفقيه بذلك أم لا ترجمة نانسي قنقر